على خط الصراع الساخن في مدينة الحديدة بين قوات الشرعية اليمنية وميليشيا الحوثي تدخل الأمم المتحدة بخطوة فعلية لفك الاشتباك وفتح المجال أمام الحراك السياسي 75 مراقبا دوليا سيتوجهون إلى اليمن بموجب مقترح بريطاني وافق عليه مجلس الأمن الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة مدة عمل هؤلاء المراقبين ستستمر ستة أشهر قابلة للتمديد ينتشرون خلالها على طول خطوط الاشتباك بين ميليشيا الحوثي وقوات الشرعية ويشرفون على انسحاب القوات المتحاربة إلى مواقعها على أن يتم خلال تلك الفترة تفعيل بنود اتفاق السويد وخصوصا فيما يتعلق بانسحاب الحوثيين السلمي من الحديدة ومناء أصليف ورأس إيسا ترحيب حكومي يمني ببعثة الأمم المتحدة قابلهم تعاض حوثي ومحاولات للاتفاة على القرارات الأممية حيث عد وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب حسن زيد موافقة جماعته على اتفاق السويد خطأ استراتيجيا أفقدها بحسب رأيه الكثير مما وصفها بالأوراق الإنسانية التي كانت تستثمرها في جولات المباحثات وهي محاولة كما يراه المراقبون للبقاء في مدينة الحديدة وعدم تسليم مينائها الاستراتيجي لإدارة الحكومة المعترف بها دوليا المباحثات السياسية بين الحكومة الشرعية والحوثيين مستمرة الحكومة الأردنية قالت إن اجتماعا يُعقد بين الطرفين في العاصمة عمان برعاية أمامية وبحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكالة رويترز أوضحت أن الاجتماع يبحث ملف تبادل الأسرى والمعتقلين وسبل التخفيف من حدة الصراع المسلح وفتح ممرات إنسانية لملايين اليمنيين الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة وتلك مفاتيح الحل السياسي الذي ينتظره أهل اليمن المبتلون بالتدخل الإيراني